الحمد لله الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده اللهم صل وسلم صلاة تاما وسلم سلاما تاما على نبينا محمد وعلى آله اللهم صل عليه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين ويا رجاء السائرين أيها الإخوة المسلمون كثير من الناس يتساءل عن كيفية صلاة العيد ونحن نتحدث هنا بإذنه وتوفيقه عن صلاة العيد الفطر وصلاة العيد تأتي بعد يعني مناسبة عظيمة بحال في صلاة العيد الفطر تأتي بعد الصيام وصلاة عيد الأضحى تأتي بعد الحج وبعد أركان الحج والعيد يوم فرح وصرور قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فإلى المدينة المنورة فوجد اليهود فوجد الناس في المدينة ولهم يوما يلعبون فيه بل أيام فقال لهم رسول الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أعطانا الله تبارك وتعالى وجعلنا لنا عيدين في السنة نفرح بهما عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الفطر أيها الإخوة المسلمون هو سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ففي السنة الثانية من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله صبيحة العيد أمر الناس بالخروج وأمر النساء والأطفال والشيوخ والكبار والصغار والكبار والصغار حتى الحيات خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إلى المصلى نعم إلى المصلى فصلى الله عليه وعلى آله فصلى لم يصلي قبلها ولا بعدها يقول أنا سر رضي الله عنه وأرضاه خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى لم يصلي قبلها ولا بعدها يعني تحية المسجد وصلاة العيد أيها الإخوة والأخوات في الله تكون في المصلى يعني في الفضاء بباش يكون الناس عدد كبير من الناس يخرجون إلى المصلى أما إذا دعت الضرورة فتكون في المساجد إذا كان المطار أو شيئا من هذا تكون في المساجد ولكن الأنبي صلى الله عليه وسلم صلى في المصلى وأيضا صلى في المسجد صلى في المصلى صلوات ربي وسلامه عليه كيفيتها كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى بصلاة مباشرة بإذنه وتوفيقه كيفيتها ولكن قبل هذا لا بد من هذا الحديث النبوي الشريف قال أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين صلى ركعتين قبل الخطبة تخالف الجمعة صلى ركعتين ففي الركعة الأولى صلوات ربي وسلامه عليه صلى بسبح اسم ربك لعلى صورة الأعلى بدأ من عدى عفوا قال يعني بصلى الله كبر وكبرت كبيرة الإحرام وأتبعها ستة كبيرات يعني سبعا دية التكبيرات عند المالكية سبعا دية التكبيرات بتكبيرة الإحرام وكيفيتهما كما سنشاهد إن شاء الله تبارك وتعالى وكما سنبين في الكيفية العملية قال الله أكبر هذه تكبيرة الإحرام هذه اللولة الله أكبر ثانية الله أكبر ثالثة الله أكبر أربعة الله أكبر خمسة الله أكبر ستة الله أكبر وركعة صلى الله عليه وعلى آله عفوا لما كبر صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة تكون تكبيرات قبل الفاتحة قرأ الفاتحة برجار وكبر برجار صلى الله عليه وعلى آله ما قرأ الفاتحة وقرأ بعدها صورة الأعلى سبي حصم ربك الأعلى صورة الأعلى معروفة في القرآن الكريم جاءت في الحزب الستين بعدها ركع صلى الله عليه وسلم وسجلت ثم قام بتكبيرة هذه التكبيرة الأولى تكبيرة اللولى ركع اللولى سبعة تكبيرة بالإحرام والتانية ست تكبيرات بالقيام عندما الإنسان يرفع رأسه من السجود يقوم الله أكبر هذه اللولى الله أكبر هذه التانية الله أكبر هذه التالتة الله أكبر هذه الرابعة الله أكبر هذه الخامسة الله أكبر هذه السادسة ثم شرع حبيبك محمدا صلى الله عليه وعلى آله في قراءة الفاتحة بعدها قرأ والشمس وضحاها ولم كحفت ترى تنتبه عنه قرأ يعني قاف وقرأ صورة السجدة وغيرهما ولكن المشهور أنه قرأ صورة الأعلى في اللولى والتانية في صورة والشمس وضحاها شورة الشمس واللي ما كيحفظهمش يصلي في الدار دياله لأن المصلى تكونه لما الحق الإنسان يعضره من الأعضار إما يصلي مع المسجد يعني المصلى أو في المسجد مع الإمام ولا تعضر عليه يمكن له يصلي لسبابه من الأسباب لشغلين من الأشغال أو العمل وما أكثر الأعمال في هذا الزمن الذي نعيشه واكترة الحاجيات وما إلى ذلك فهذه رخصة يمكن يصليها الإنسان يعني في منزله بالكيفية الذي سنسمعها وسنشاهدها إن شاء الله جل في علا كما سمعنا إليها وكما سنشاهدها بالعملية المباشرة إن شاء المولى سبحانه وتعالى وقلنا صلى الله عليه سنة من سنن رسول الله أما التكبيرات فهي سنة أيضا في حد ذاتها إلا أنسى الإنسان تكبير اللولى عليه السجدة إلا الإنسان مثل كينساء كتير كينساء سبحان الله ما سمي الإنسان إنسانا إلا لينسياني مباشرة قال الحمد لله رب العالمي وقرأ يمكن يكمل الصورة يكمل الفاتحة ويمكمل الصورة هذا ذكر أنه ما كبرش غادي يرجع ويكبر تكبيرات اللولى القيام ديال إحرام رها كبرها ويكبر وعليه السجود ديال الزيادة بعد السلام نسلم من السلام يعني بانتحية من المسال من أصلا يزيد رقع سجدتين ما يوقفش سجدهم ساجدين ساجد في الأرض أما نعم إلى ما يالله بدالفاتحة قرأ كلمة أو جوج أو آية أو لا جوج يرجع التكبير ولا شيء عليه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه نعم أيها الإخوة المسلمون فهذه الصلاة قلنا صلاة يعني سنة من سنن رسول الله لماذا التكبير يا أحباب رسول الله أيها المسلمون والمسلمات لماذا نكبر ولماذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين ولماذا أمرنا الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ومن خلاله أمرنا بالتكبير والتكبير يأتي بعد والتكبير يأتي بعد لانتصار إذن كنا في الحج كانوا المسلمين حجوا يعني أنهم انتصروا يكبرون الله أكبر الله أكبر على توفيق الله انتصر على عدو الله الشيطان وكذلك في الصيام نكبر في صلاة العيد لأننا انتصرنا على النفس وعلى الهوى وعلى الشيطان عدو الله وعدو الإنسانية لذا نفرح أننا وفقنا لصلاة العيد ووفقنا للصيام فصمنا ووفقنا للقيام فقمنا وأمرنا بالإحسان فأحسنا لذا انتصرنا على عدونا الشيطان وعضو الله جل في علا لذا نكبر والكلام هنا طويل والوقت لا يرحم يا أحبتنا في الله نقطة أخرى لابد لأن صلاة العيد فيها نقطة كثيرة ومتعددة فإنسان قال الفقهاء من إسان خارج صلاة العيد من جاء من طريق فليرجع من أخرى ففي هذا الصباح ينادي بعد الانتهاء من الصلاة والرجوع إلى المنازل والبيوت ينادي منادي من قبل الله جل في علاه أنقبضوا جوائزكم فمن منا من حصل على الجائزة الأولى فهنئا لا ومن منا من حصل على الجائزة التانية ومن منا ومن حصل على الجائزة التالتة إذن الأولى أو الثانية أو الثالثة والمحروم هو الذي لا يحصل على جائزة فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أمقيبين من أخذوا الشرع الحديث هذه الجوائز التي ينادي المنادي عند رجوع المسلمين من مصلاهم صلاة العيد الفطرة أنبي صلى الله عليه وسلم قال رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار كالي حصل على الرحمة هي الجائزة الأولى والوساط هي الجائزة الثانية والعتق من النار هي الجائزة الثانية اللهم اعتق رقابنا ورقاب جميع المسلمين والمسلمات من النار يا عزيز يا غفار وانبي صلى الله عليه وسلم دروا حتى السنة عظيمة وحتى الناس في الخطبة دياله على صيلة الرحيم وعلى الإحسان ويقول أنس راوي الحديث أنه حتى المسلمين على الصدقة وعلى الإحسان وعلى صلة الرحيم ويقول أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على النساء يجمع الصدقة فبلال رضي الله عنه وأرضاه وضعت حجره أي تيابه والنساء جعلنا يتصدقنا فبعضهن من يعطي القرطة وبعض من يعطي الخاتمة ومنهم من يتصدقنا فكذلك أنس يقول رسول الله قائم وبلال يطوف على المصل النساء والنساء يتصدقنا ويحسننا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوزعها لكي يوزعها على الفقراء والمساكين فهذه الذي نفعله نحن هي السنة من سنن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بعد الصلاة يا أحباب رسول الله علينا أن نصلي أن نصيل الأرحام ليس العيد لمن لبس الجديد وهو عال من لباس التقوى إنما العيد لمن بر أباه وأمه إنما العيد لمن وصل عمه إنما العيد لمن أطاع ربه إنما العيد لمن أحيا واقتدى يعني بسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله ليس العيد لمن لبس الجديد لا أيها الإخوة المسلمون العيد الشرعي هو الذي يحيي الإنسان ويرجع فيه إلى الله جل في علاه يرجع إلى سنة الله وإلى شرع الله وإلى كتاب الله جل في علاه فبعدها أيها الإخوة المسلمون نقطة عظيمة وكبيرة جدا فعلها رسول الله بعد صلاة العيد ألا وهي المصافحة فصافحوا يا عباد الله صافحوا وسامحوا وتصافحوا وتسامحوا فهذا هو المقصود من صلاة العيد وأن الله تبارك وتعالى حذرنا من الشيطان عدونا فعباد الله إذا كان الشيطان في رمضان سلسله الله جل في علاه فبعد رمضان ياتي الشياطات الشياطين وياتي الشيطان والشياطين كالدئاب الجائعة رأى الآن في رمضان إذا كانت مسلسلة سلسلها الباري جل في علاه فكانت كتوجد الأسلحة ديالها كتوجد السلاح ديالها فاحذروا عدو الله وعدوكم والله جل في علاه يقول ألم أحهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنعبدوني هذا صراط مستقيم اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا أولئك الذين هدهم الله وأولئك هم أولو للباب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغذر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وخالقها ورازقها وسيدها ومولاها وسيدها ومولاها يا أرحم الراحمين ويا رجاء السائلين إله إياك سألنا ولإحسانك تعرضنا وما عندك من خري الدارين طلبنا اللهم يا ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا يا دلجلال والإكرام يا دلجلال والإكرام ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك ربه الزتي عما يصفون وسلام على المرصالين والحمد لله رب العالمين